حل مشكلة الاقتراحات على تطبيقك الخاص تيك توك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تغطي على التبطئ الإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا ثم سوف نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة ثم سوف نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق التيك توك في هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعدها سوف نضغط على التيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق بعدها نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسح البيانات ثم نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي تقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك ولا تلتقي في فيديو آخر إن شاء الله